السلام عليكم احنا شوفنا مع بعض قبل كده ازاي ممكن يكون عندي فولدر والفولدر ده جوا مجموعة من ال Excel Files وكل Excel File جوا Excel Sheet واحدة بس وهوها تابل طبعا ازاي ممكن نجمع كل التابل دي مع بعض جوا تابل واحد مجمع باستخدام Power Query النهاردة هنشوف ازاي ممكن نعمل نفس العملات دي برضو باستخدام Power Query ولكن لما يكون ال Excel File في اكتر من Excel Sheet عشان نعمل كده هنعمل القصة دي على مرحلتين المرحلة الاولى ان هنعمل اي تجهيز للديتا على كل تابل واحده وبعد كده نعمل عاملات التجميع عشان نقدر نعمل الكلام ده على كل الفايلات او على كل التابلز يبقى انا محتاج الاول ابدأ بسامبل تابل او ابدأ بتيبل واحد طبعا كل التابلز هتكون نفس الشكل بالزبط فلو قدرت اعمل ترانسفوميشن على تابل واحد هقدر ننفزه على كل التابلز بعد كده لكن عشان اعمل كده هحتاج اعمل حاجة اسمها Custom Function طبعا ال Custom Function دي ممكن تكون اسمها غريب او ممكن تكون مقلق شوية بالنسبالك او تحسنها حاجة صعبة ولكن صدقني انا كمان اللقت في الاول لكن لما فهمتها وجربتها اكتر من مرة لقيت الموضوع بسيط جدا يبقى احنا الاول هنعمل ترانسفوميشن لتابل واحد وبعد كنا نحول الكويل اللي طلع منه الى Custom Function نستخدمها عشان تعمل ترانسفوميشن لكل التابلز مع بعض وبعد كنا في الاخر نعمل عملية التجميع يلا بدا نشوف مع بعض هنعمل ايه على الشمال عندي الفولدر اللي فيه الفايلات دي فايلات بتاعت بيانات المبيعات بتاعت مجموعة من الستورز لكن كل فايل لريجن محددة مش لستور واحد يعني مثلا عندي ريجن اسمها Kyro Alex وعندي هنا ريجن اسمها القنال لو فتحت الفايل بتاع القنال مثلا موجود على اليمين هنا هتلاقي فيه Pursaride Store وحتلاقي فيه Swiss Store وحتلاقي كمان فيه شيط فاضية يبقى انا اكيد محتاجة اجنور الفاضي واخد بس الشيتس او الExcel Sheets اللي فيها الديتا بتاعت الستورز ولو بسيطها الديتا الاول فيه title وبعين مجموعة من الروز فاضية وبعد كادة الاصلية بتبدأ في الروني مراستة وحتلاقي بعض الترانسفورميشن مطلوب واضح قوي قدامي ان مثلا الستاف ايدي والنيم جايين جوا نفس القرم ممكن افصلهم وعندي كوانتي وبرايس ودسكاونت منفصلين محتاج ان انا اضربهم في بعض او ان انا اعمل حزبة معينة عشان اوصل لرقم revenue يبقى زي ما اتفقنا مرحلتين مرحلة اولى اللي هي التجهيز او الترانسفورميشن وبعد كده نعمل عملية التجميع طب المرحلة الاولى هنعملها ازاي هنعمل اول ترانسفورميشن على اكسل شيت واحدة بس زي مثلا والتكن اللي قدامنا دي وبعد كده الكويري الناتج عنها هذا الترانسفورميشن هنحاولها الكستوم فونكشن وبعد كده نقول الكستوم فونكشن دي لو سمحتي نفذي نفس الترانسفورميشن ده على كل التابلز وفي الاخر نعمل عملية التجميع فهنبدأ بالخطوة الاولى الترانسفورميشن وبعدين التحويل الى كاستوم فونكشن طالما هنجيب ديتا من فولدر او من اكسل ووركبوك تاني يبقى ممكن ابدأ الكويري بتاعتي في اكسل ووركبوك فاضي تماما فهنروح على طول على الديتا ريبن هنروح على جيت ديتا وبعد كده from file هختار from excel ووركبوك الله انت قلت ان احنا هنجيب from folder ايوة صح لكن في البداية قلنا الاول هنعمل الكويري او هنعمل الفونكشن اللي هتخلينا نعمل عملية الترانسفورميشن فهنبدأ الاول نختار ووركبوك واحد بس وهنختار من جواهي اكسل شيت واحدة بس فهنختار from excel ووركبوك ده الفولدر اللي هيكون فيه كل الديتا بتاعتي وهنختار واحد من الاثنين وليكن مثلا كنال ستورز وحبدأ اقوله import هيفتح لي النافيجيتر وهنا ممكن اعمل preview للديتا عندي ادي store per side وبعد كده عندي شيط فاضية وعندي store space هاختار اي واحد فيه ومفيش مشكلة وليكن السويس store وحبدأ اقوله لو سمحت اعمل transformation الكويري يسمىها space store وعندي ثلاثة applied steps اول واحدة source راح اعمل connect على ال excel ووركبوك وبعد كده من النافيجيشن اختار الشيت بتاع السويس وبعد كده اعمل change type انا هشيل change type هنخليها في الاخر خالص وعشان ابدأ اعمل function مش عايزها جوه الكويري دي عايزها في الكويري منفاصلة فمن على الشمال هروح على switch store right click والمرة دي مش هقوله duplicate بقى هقوله reference لو قلتوا reference هيعمل copy تانية من نفس الكويري لكن خد بالك الكويري دي اول step فيها اسمها source ولو روحت على formula bar هتليه بيقولك equal switch store يبقى هي بتاخد ال end result اللي جاية من الكويري اللي قبلها اللي ما كانش فيها غير خطوتين اللي هي source والnavigation وممكن دلوقتي ادي اسم الكويري الجديدة اللي هتحور بعد كده الى function هعمل right click وقاله rename وخلينا نسميها مثلا transform function اول حاجة محتاج اشيل النالز فهروح على column 1 مثلا وهفتح الفلتر وقاله لو سمحت uncheck on null وقاله ok بعد كده عندي زي ما اتفاقنا ان column 3 محتاجت اسم الى 2 كلم هاختار column 3 واروح اقاله لو سمحت split column by delimiter هاختار custom وال delimiter بتاعي space dash space وادوس على ok الخطوة اللي بقى كانت اعمل promote header فانا واقف على home ribbon هروح على use first row as header اعمل promote للهيدر بعد كده هروح على اليمين هلقي عندي quantity price discount اعايز اضرب quantity في price في one minus discount هاختار اول column وادوس على shift واختار اخر column هروح على add column وهلاقي حاجة اسمها standard هاختار منها multiply هيعمل لي column جديد اسم multiplication ضرب الثلاثة في بعض زي ما اتفقنا اعايزين نضرب quantity في price في one minus discount يبقى ممكن ادوس على ال wheel واعمل edit للمعدن اللي عملها استخدم هو list dot product وحط جواها quantity with price وdiscount قبل discount هافتح قوس وادوس على one minus اكتب one minus وبعد كده بعد ال column بتاع discount هاقف القوس اللي انا عملته يبقى انا كده زبطت الحزبه بتاعتي والقلم بدل ما اسمه multiplication هاسمي revenue هادوس على اوكي كده اعتقد الدنيا تماما في النص عمل مرتين change type خد بالك انا مش محتاجهم هدليت اول واحدة هيقولي delete هقوله ماشي وعمل واحدة كمان برضو مش محتاجها هقوله delete عايز بقى احاول هذه الكويري الى function استخدمها عشان اعمل transformation لكل ال sheets داخل كل ال excel workbook داخل الفولدر بالكامل هروح على حاجة اسمها view ومن view هاختار حاجة اسمها advanced editor هيفتح لي الكود الكامل بتاع الكويري دي زي ما انت شايف عندي كام step ادي واحد اتنين تلاتة اربعة steps الاول source وبعد كده كل step موجودة في line طبعا الكويري بتدق بلت وبتنتهي بin وين دي في الاخر بيكون اسم الخطوة الاخيرة اللي هي insert multiplication لما عملنا عملية الضرب طيب عشان اخلق function اول حاجة محتاج اعرف variable يعني اعرف variable يعني انا عايز اقول لي الكويري دي لو سمحتي بدل ما انت تشتغلي على السورس ده اللي اسمه sweet store لا انا عايز اعرف variable ياخد مقام التابل ده مقام اي تابل واي تابل حديهولك وانا حديهولك بس تابلز بنفس الفورمات عايزك تنفزي عليك كل الخطوات دي يبقى لازم الاول اعرف variable والفاريبل ده في الحالة بتاعتنا هيكون تابل طبع هعرفه فين هعرفه فوق خالص قبل لت فقبل لت هدوس enter وعلى السطر اللي فوق ده عشان ابدأ عرف variable هفتح قوس وحدي اي اسم انا عايزه الاسم تختاره بمزاجك انا مثلا ممكن اسمي ده my table لاني الـ variable هيكون table فهسميه my table طيب my table ده طبيعته هتكون ايه هتكون table يبقى ممكن اقول له as وبعدين table يبقى كإني بقوله type بتاع الـ variable ده هيكون table طب بعد كده هعمل ايه هستخدم symbol مهم جدا عشان اعرف الـ power query ان ده اسم الـ variable وان هنا هتبدأ الفنكشن فهدوس على equal وبعدين اكبر من الاتنين مع بعض دول بيسموها الـ go to او بيسموها الـ go to symbol معنى كده ان انا عرفت variable واللي جاي بعد كده الحاجات اللي هتنفزها الفنكشن طب دلوقتي السورس دلوقتي بقى اسمه suez مفيش حاجة يسمعها source هو هيشتغل على طول على my table فهعمل delete اول خطوة في الترانسفورميشن هتكون على طول filter draws لما شلنا ايه لما شلنا النل طب حتلاقي هنا كلمة source لسه موجودة لان احنا فاهمين طبعا ان الـ query sequential يعني كل خطوة معتمدة على الخطوة اللي قبلها دلوقتي هو كده هيبص على السورس ومش هيلاقيه انا حاولوا لا سمحت ما تبصش على السورس انا عايزك تبص على الـ variable اللي اسمه my table هقول له done كده اتحولت الى function زي ما انت شايف حاجة اسمها enter parameter وده اسم الـ variable اللي عرفناه وممكن اعمل invoke او clear يبقى انا كده ممكن استخدم الـ functions دي على table تانية طب عايز تشوف ازاي بسيطة جدا انا اولا عندي الـ query اسمها switch store اللي انا كنت عملها في الاول اللي هي قبل transformation موجودة عندي هنا لما انا رحت على transform function ومن drop down اللي عند الـ variable ممكن اختار الـ table ده او الـ query ده وانه لو سمحت invoke invoke يعني شغل الـ function دي اول ما هقول له كده هتلاقي عمل لي invoked function او query جديدة وحتلاقي الـ data اتعمل لها transformation اللي احنا عملناه بالزبط مع بعض طبعا انا هنا بس كنت بجرب فممكن اعمل دي right click وانه لو سمحت delete وتعالى دلوقتي نعمل عملية load هروح على home وهقول له close and load وبعد كده close and load 2 فهاختار only create a connection وادوس على اوكي وهتلاقي عندي حاجتين حاجة اسمها switch store على فكرة دي انا ممكن امسحها خلاص وانش متعجف اي حاجة لكن انا محتاج دايما الفونكشن اللي اسمها transform function ودلوقتي انا جاهز ممكن ابدأ عملية load للفولدر بالكامل وانفذ عليه الترانسفورميشن اللي عملناه جوه الفونكشن اللي اسمها transform function الخطوة التانية ان انا ابدأ عملية التجميع واول خطوة فميليات التجميع ان اروح اشاور على الفولدر اللي فيه كل ده اسم الفولدر انا عايزه multi sheets هقوله لو سمحت open هيفتح لي navigator او هيفتح لي اللي فيها كل ال excel sheets اللي موجودة جوه الفولدر ده وعندي اثنين kairo alix و kanal stores طبعا قبل كده عملنا من هنا combine and transform لكن المرة دي لا انا مش عايز اكمباين على طول انا عايز ابدأ انا اعمل transform data مرة واحدة هيفتح لي power query editor اسم الفونكشن multi sheets مفيش مشكلة جاي من اسم الفولدر وتعلم بص بقى على المنظر ادي التو فايلز بتوعي جوه الكلوم اللي اسمه content لو قفت هنا ادي اسم الفايل الاول لو قفت في القبل ادي اسم الفايل التاني وبعد كده طبعا كل البيانات المرتبطة بالتو فايلز دول لكن انا مش عايز اشوف binary ومش binary انا عايز اشوف محتويات الفايل نفسه يعني عايز تفرج على الشيتس اللي موجودة او اي component تانية شيتس او اي حاجات تانية اللي موجودة جوه الفولدر ده وعشان اعمل كده لازم ازود custom column فهروح على column وللو سمحت add custom column وهستخدم function بسيطة جدا اسمها excel dot workbook ادي اسم الفونكشن انا عايزها وهفتح قوس ولو سمحت انا عايزك تاخد الكلوم اللي اسمه content وكل فايل هتلاقيه ادي الكلوم بتاع الكلنت اهو وكل فايل هتلاقيه جوه لو سمحت فهدوش على اوكي وهروح على اخر خالص هتلاقي حاجة اسمها custom وهتلاقيه جوه كل row في حاجة اسمها table لو بصدت على ايه table منهم هتلاقي فعلا عندي المحتويات اللي موجودة جوه excel workbook طب ايه محتويات اول واحد عنده شيت اسمها alix store وعنده شيت اسمها kairostore وعنده شيت اسمها sheet 1 طب كويس قوي انا عايز بقى اعمل expand طبعا هنا الكلوم اللي اسمه data جوه tables يبقى هي دي ديتا بتاعتي اللي انا محتاج اشتغل عليها يبقى ممكن نروح على custom ده واعمل expand احاول افرد ال data مش محتاج كل columns اول حاجة طبعا هشيل هنا use original column name as prefix محتاج بس name ومحتاج بس data محتاج name وال data والبي انا مش محتاجه هدوس على اوكي هتلاقي فعلا فرادلي ال table بقى عندي كل ال table اللي موجودة في two files مع بعض اقف هنا كده ادي اول table منهم ده بتاع alix store اللي بعده ده بتاع kairu بعد كده واحد فاضي sheet one بعد كده pour side add data بتاع pour side وبعد كده swace add swace وبعد كده عندك واحدة فاضية اول حاجة name dot one دي اعايزة خليها store name لاني هستخدم الكلوم ده فان انا اجيب اسم ال store عشان اغيرها ممكن double click وغير او ممكن اروح من formula bar وعطوها هتلاقي name dot one ده ممكن اغيره وسميه store name كده خلاص اتغير store name الخطوة التانية ان انا افلتر اي حاجة فيها كلمة sheet او بمعنى ادق ان انا افلتر اي حاجة مفيهاش كلمة store خد بالك store هنا مكتوبة s capital وبعد كده بقيت الكلام بالسمول طبعا انت مش ضامن قوي فلو انت عايز تبقى في safe side ممكن الاول وانت مختار الكلام ده تعمله capitalization كله يبقى كبير وبعد كده تعمل الفلتر على الحروف الكبيرة فانا اوقف على transform مثلا ممكن اروح على format وممكن اقول لو سمحت upper case وبعد كده اعمل filter هختار الفلتر من هنا وهقول text filter لو سمحت contains يبقى لو سمحت اي حاجة contains كلمة store capital انا عايزها معايا هدوش على اوكي يبقى بس احتفظت بكل النام اللي اسمه store والباقي كله تجاهلته يبقى اي حاجة هتزيد على اي file ما هي store هتجاهلها تماما كده اعتقد انا جاهز ممكن ابدأ اعمل transformation طب هعمل ازاي transformation عايز اخلي function بتاعتي اللي اسمها transform function تعدي على كل table من دول وتنفز نفس الخطوات اللي عملناها مع بعض طب عشان اعمل كده برضو هروح على add column المرة دي بقى هقوله invoke custom function انا اعملت custom function فلو سمحت اعمل لها invoke طب هين ال function اللي انا عايز اعمل لها invoke ال function دي الوحيدة اللي عندي هختارها من drop down اسمها transform function طب وحديها ايه حديها table التابل ده ممكن يكون table ممكن يكون query جديدة زي ما اخترنا قبل كده مثلا واخترنا swiss او ممكن يكون column جوا table فالمرة دي عايز ايه اكيد انا عايز column جوا table لان column بتاع data ده هو اللي جوا مجموعة من tables وهي دي table انا عايز ها يبقى انا ممكن هنا المرة دي اقول انا عايز column name والcolumn name اللي هختاره اللي هيكون اسمه data وحدوس على اوكي هتلاقي column جديد اتعمل اسمه transform function وجواه برضو tables اختار اي table من دول هتلاقي transformation تم بالكامل اللي بعده transformation تم بالكامل وهكذا لحد الاخر طبعا ده table القديم هتلاقي ايه مش معموله transformation يبقى نجحنا ان احنا نخلي function تعدي على كل tables وتعمل لها transformation كده انا محتاج store name ومحتاج الفئيات الجديدة اللي موجودة في القناة من اسم transform function طيب store name hello Alex underscore store وبعد كده kairu underscore store ضريف لكن انا مش معقول في كل اسم هكتب بعدين store انا قريدي الجدول بتاعي هكون جدول stores فمش محتاج اكتب store كل مرة فعايز اشيل كلمة store وال underscore اللي قبليها هاختر القلم هروح على transform هروح على extract وحاول لو سمحت عايز text before delimiter delimiter بتاعي underscore وحدوش على اوكي فبقى عندي اهو ادي store name ودي اسامي انا محتاج الكلوم ده ومحتاج الكلوم ده مش محتاج كل الباقي right click remove other columns دلوقتي ممكن اعمل expand هعمل expand خد بالك انا مش محتاج كل يعني مثلا مش محتاج الdiscount خلاص حسب الـ revenue مش محتاج كمان الـ price ممكن احتفظ بالquantity ده النام بتاع لكن الـ ID مش محتاج ومش هعمل report بالـ ID فممكن اشيله وادوس على اوكي فادي الفايل بعد ما تعمله كل transformation بالكامل دلوقتي انا رادي فاضلي خطوة واحدة بس ان انا اعمل change type او اضبط الtypes دلوقتي انا مختار كله مع اد اول واحد فممكن اعمل control ايه هيختار كل الـ table وكل الـ columns هروح اتترانسفورم برضو وقوله detect data type اول ما هدوس عليها زود change type وعمل كل الـ formatting هروح على home close and load close and load to table و existing work sheet وحد افتح بقى هتلاقي ادي كل stores وممكن طبعا لو انت عايز تعمل pivot table سريع ممكن انت واقف على table design اروح على summarize with pivot table وقوله لو سمحت عايز existing work sheet وممكن اختار حاجة هنا وقوله ok نختار quantity ونختار revenue ومتع مثلا نختار names فادي report بكل sales reps اللي عملوه في خلال فترة معينة لو انا عايز اسبط formatting وقوله سمحت number format لو حبيت اتفرج buy store ممكن اروح على store name وقوله add as a slicer ادي stores بتاعتك تختار ال store اللي انت عايزه هيندي لك report باسامي الناس اللي باعت والكميات والقيم وكلو ماشي تمام طب افر بقى اضفتنا stores جديدة او regions جديدة هل هيحصل update ده اللي هنشوفه مع بعض حالا اخيرا الجماعة بتوع delta بعتولنا الفايل بتاعهم ادي delta stores هناخده هنحطه في الفولدر بتاعنا تعال نفتحه ونشوف المحوطة المودة جوا عندي two stores واحد بتاع المنصورة والتاني بتاع Tanta هنقفله ونتأكد ان هو معقول له save تعالى كمان نروح على القنال الجماعة بتوع القنال بعتولنا كمان بيانات بتاعة الاسماعيلية هو مش عندي دلوقتي لكن انا ممكن اروح مسلا على stores واخد منه copy وهسمي الاسماعيلية هتكون نفس data ولكن اسم جديد فهيبان معنا احنا بنعمل refresh حال هيظهر طبعا اتأكد ان احنا عملنا save ونقفل الفايل وهنروح على field query وقل right click ولو سمحت اعمل لي refresh وتعال نتشك الفلتر هتلاقي عندك add زاد المنصورة وزاد طنطة وزاد كمان الاسماعيلية يبقى كده نقدر نعمل update مرة عن طريق نحن نزود sheet جديدة جوا file موجود ومرة عن طريق نزود file جديد خالص وتعال نجرب نعمل refresh and refresh وقادي الاسلايسر زاد وبقى عندي كل الزيادة اعتقد ممتاز جدا لو عايز تعرف حاجات اكتر عن power query هتلاقي لينك دلوقتي حانى على screen بتاع الفيديو الكامل خمس ساعات بيتكلم عن power query من البداية خالص لحد مستوى متقدم جدا ارجو انك تبص عليه ممكن يكون مفيد جدا لك شكرا جدا لوقتوكو واشوفكو الفيديو الجاي والسلام عليكم